ترج ترج عم بتشدد دني ترج والنجمات حيراني وظهور الطرقات برداني ترج ترج عم بتشدد دني بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله يومكم بكل خير أخباركم يا ربطيبات اللهم رحم والدي وموتى المسلمين جميعا رب جعل قبورهم روضا بالرياض الجنة اللهم صلي وسلم على سيد الخلق محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أخباركم يا بنات يا رب بخير يا رب بصحة وافية وحشتوني واشتكت لكم قد الدنيا اليوم بإذن الله تعالى بطلع المواعين اللي ما أبيها علشان خلاص بدأ العدة تنازل عندي بالمطبخ وبدأنا نطلع الأغراض بزي ما تشوفون المطبخ في حالة يرثى لها شوفوا المطبخ بمتدمر تدمير أبغى أرتب المطبخ أول حاجة وكمال اليوم إن شاء الله أكيد رح أطبخ الغدى بإذن الله تعالى وبعد كذا أبغى أبدأ أطلع الأغراض عندي الشنطة هذه الشنطة هذه أنا حطت فيها كل المقاضي حقاتي طبعا الغدى بأسوي غدى خفيف ما راح أسوي غدى يعني خلاص إحنا الجمعة المطبخ لازم ينفك واليوم أنا قاعد أصور الفيديو أتوقع اليوم يا الثلاثة يا الأربعة أتوقع أنه الأربعة اليوم خلوني أشوف أنا ماني عارف أي يوم قاعد أصور الفيديو أي يوم الأربعة ستة ديسمبر فأبغى يا طولات العمر والسلام أبدأ كذا على بركة الله هنا هذا فضيته شوفوا تقريبا هذا فضى وهذا خليت الأشياء اللي أطبخ فيها الأساسية الباقي كله فضيته وبنشوف عاد إيه شنسوي طبعا أنا ما عندي كيراتين أبو سارة إرحيم ما جاب لي كيراتين قالي العصر أجيب لكمية زينة بس اليوم أي شب أسوي أبنظف المطبخ معاكم أردت بالمطبخ ترتيبة عميقة بشير كل الأشياء اللي مالها داعي يخلي الأشياء الأساسية اللي بتستخدم فقط تمام واليوم راح أطلع الموعين اللي ما أريت أنا عندي طقم ساكو هذا هذا وعندي كمان طقم آيكيا هذا هذا اللي مريدهم حلو خليت له الضيوف طقم واحد شوفوا تحت اللي بتسلة طالما أنا مطبخي ما هو كبير يعني أنا مطبخي الجديد ما هو كبير هذا مطبخي ثمانية مطبخ الجديد قد النص أربعة وردتكم التكسير ما كيف على المنتدى فطالما مطبخي مو كبير كل واحد يمد رجوله على قد الحافو فليش أضغط مطبخ زيادة خلاص خليت طقم واحد ولو الضيوف وهذا الطقم حق آيكيا والطقم حق ساكو بعطيهم ماما هذا كان بـ 800 وهذا حق آيكيا معروف كنت حوطتهم للضيوف فخلاص أبعطيهم أمي تستخدمهم وأنا إذا نقلت إن شاء الله بيت ملك بيخلق الله ما لا تعلمون وقتها فما حب سالفة التقديس هذه أنا ما حب سالفة التقديس حتى المخزن عندي والله يا بنات أبغى أنفذ ونفذ تخيلات ما رح أخذ كل الأشياء معي طالما أنا بنقل بيت جديد بنقل بطلع كذا خفيفة لطيفة ظريفة فاهميني؟ في الله على بركة الله حطي الله لايك صغير يشجعني ويدعمني شوف تغريد العصافير عندي مرة حلو سمعوا سمعوا مرة رقيق هذه الحبة مني بالزيبرة تغريدهم مهم يزعج على قدهم على قد مكاني ما يطلع بره يلا كذا خلونا نبدأ ونشوف أيش نبقى نسوي وإيش نبقى نسوي غدا الله يعيني يا رب الله يكون بالعون ساعة عندي 12 باقي ساعتين ونص على جاية أبو سارة إن شاء الله يا رب يمديني هيا بنا حطي اللايك فسي قبل ما نبدأ ويلا كذا على بركة الله خلونا نبدأ أول حاجة بديت فيها يا بنات سويت هنا حليب السارونة كانت سارونة صاحي من النوم وأنا عندي سارة قلت لكم قبل بنتي ما تحب تاكل أول ما تقوم زي أبوها أنا عندي أبو سارة ما يحب يأكل أول ما يقوم أبدا إلا ما رحم ربي يعني حالات نادرة لكن يقوم مثلا يدور أكل ولا شي لا بالمهم هنا عطيت سارة حليب وقعدها تشرب وقال أنا كمان صبيت لكوب خلص الحليب كذا اللي عندي لا فيه حليب الثلاجة طبعا بس أقصت لقلبة خلاص خلصتها وقلت أفتح ريقي كذا بكوب حليب لأني كنت أنا لسه يعني ما أفطرت زين علشان تعرفون مع معاة النقل والحوسة وهذا يبي تعزل وأشياء كثيرة هنا كنت أنا مفضية درجة 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 المقاضي فطلع منها منظمات منظمات كيلها نظيفة أنا أصلا ما لي زمان حطتها حتى ما لي أسبوع فرجعت كلها للكيس على طول حطتها بكيس وشلتها جيت هنا كانت الصينية هذه بالمجلس جبتها كان فيها تمر وهنا على الطاولة شوفوا أنت يطبي وتخيل واشتبي على الطاولة وتلقي كل حاجة على الطاولة موجودة كل حاجة على الرخامة هنا موجودة شلت الأغراض هذه كلها طبعا الجزمة نعم بريم حطيت جزمة على طاولات المطبخ لكن تعرفون مع النقل وكذا هذا يحط وهذا يشيل وحوسة والله يرب يكون بالعون جيت هنا على الطاولة شوفوا هنا رتب الترتيب أولي تمام؟ أيش معنا كلمة الترتيب أولي؟ يعني حاولت ألم الحوسة اللي بالمطبخ وأمسح الزبالة اللي فيه وبعدين أبدأ أضب على كيفي بس قبل وحلنا نشتغل بنسوي الغدى بنات وبرضو كمان بعد ما نسوي الغدى بنبدأ عاد نضب الدروت حلو؟ أبو جاب على تعليق واحدة من البنات هنا سألتني السؤال وتكرر عليه السؤال بأكثر من واحدة في فيديو من الفيديوات طلع مدني طلعت أنا أشر غسيل ما أدري إيش طلع انعكاسي على الجدار خلاص انعكاس عادي موت شي يعني ظل ظل تمام؟ وقالت لي يوم سارة ما شاء الله انعكاسي بالظل شعرك طويل وانتي مالك زمان قاصتين لك خبرتينه كيف يوم سارة طال شعرك؟ خلونا نسولف شوي حنا قاعدين نطبق المواعين عن الحاجة هذه تمام؟ شوفوا يا بنات أنا من الناس اللي أحب شعري أنا من الناس اللي أحب شعري وأنا أصلا ما أحب الشعر القصير أنا أم سارة ما أحب الشعر القصير أحب الشعر الطويل أكثر وألقي أن الشعر الطويل على المرة أجمل طبعا الناس أذواق ولولا اختلاف الأذواق لفارة السلع المهم فإيش أنا العناية للمعشاري؟ أول حاجة أكون حريصة على الفيتامينات وعيني تحديدا على الحديد الحديد فيتامين دال يعني شوفي عشان تتبغاني تسوين أو مثلا تحصين على شعر حلو ركزي على الفيتامينات هذه الحديد مخزون الحديد الفيتامينات هي المسؤولة عن تطويل الشعر برضو كمان الزنك كمان عندك الغدة ركزي على الغدة وهذه الأشياء مهمة يبنات تشيكون عليها وقلت أنا فيتامين دال تمام؟ مو بس الحديد كمان مخزون الحديد يعني بس مو تشيكين على الحديد لا مخزون الحديد هو المهم أيش هو مخزون الحديد؟ الجسم يبدأ يسحب حديد منين يسحبوا يسحبوا من المخزون؟ تمام؟ ممكن أنت تسوين تحليل الحديد تلقين عندك ما في نقص ويقولك سليم لكن تسوين تحليل مخزون الحديد تلقين نقص ليش؟ لأن أصلا الجسم بيبدأ يسحب نوع من المخزون؟ إذا المخزون بدي يقل بدي يصير تساقط الشعر فضروري تسوين تحليل الحديد ومخزون الحديد طبعا أنا معانا لا تنتهي مع فقر الدم للأمانة بس أيش؟ عيني دائما على فيتاميناتي أخذ أبار أخذ فيتامينات أحاول على قدر الإمكان شوف حتى الكبدك أنت رأي ما أكلها صرت أكلها ليش؟ علشان فيها حديد فأحاول على قدر الإمكان أحرص على الأكل اللي فيه حديد وأنا طبعا زي ما علمتكم بالامتصاص عندي سيء أصلا لأني مسوي عملية قبل هالمرة فامتصاص الحديد عندي أصلا سيء هذه المشكلة هي اللي عطلتني مع الحديد فهميني فما عندي مشكلة أصلا يعني مشكلة أقولكم مشكلة مثلا تحل أنا عندي مشكلة بامتصاص الحديد فحريصة مرة مرة على فيتاميناتي أنا قصيت شاعري قبل تقريبا سنة خلاص قبل تقريبا سنة أو خلنا نقول سنة ونص قصيته إلى أول تحت الكتف بشوي إلى مثل كتف الآن شعري إلى وش أقولكم باقي تكة صغنوطة خلاص ويوصل إلى يعني آخر نص ظهري ما شاء الله تبارك الرحمن ليش؟ لأني ما أحب أقص شعري أخذ من الأطراف الميتة شوي يعني أحرص على أني أشيل الأطراف الميتة المتقصفة أنتم تتابعوني دائما نحط زيت سمسم دائما نحط زيت روائر رعاية دائما نحط مرطبات على شعري هذه الأشياء يا بنات مرة مهمة ممكن تقولوا لبعض البنات الترطيب ما يطول الشعر الترطيب يحمي الشعر من التكسر فهميني اللي هو الترطيب يحمي يا بنات الشعر أنه يتكسر المهم خلوني أوريكم مش قاعدة تسوي هنا هنا أنا كنت مش تحية هنا أبو سارة قال لي مليد غضى ما يبغى يتغدى كان يبغى يتغدى بالدوان تمام؟ حتى قال لي بالدوان ملي شتهي غضى قال لي بغوني جمون الموظفين غضى بالدوان بس أنا مبغى تغدى ملي نفس قلت خلص أنا هنا مش كنت معي قلت لي يبغى يأكل معي یاكل معي واللي ما يبي يماكل معي لا يكل معي يعني كنت مش تحية هنا مرة كنت نفسي فيها اللي هي المعوقد هذه أكلة تشبه التشريب وتشبه القرصان حنا نقولها معوقد هنا بالشمال إيش سويت حطيت بصلة ولازم تنطبخ بسمنة يا بنات حطيت شوية سمنة هنا أبقلبها زين زين كده لحد ما تأخذ لون وبعدين حطيت فوقها كده صطور دجاج وبعد كده حط فلفل طبعا طبقتها معاكم من مرة اللي فاطت باللحمة بس قلتها مرة بطبخها بصطور الدجاج حطيت فلفل أسود هذه المعوقد لازم تكثرين البهارات فيها مو الفلفل البهارات المشكلة لازم تكون واضحة لازم تكون كثيرة ما تحطيني شوي لا حطي أكثر من المعتاد حطيت كمان ملح طبعا يفترض أني أحط ماجي بس الماجي هنا كنت ضبته كنت يوم شلت في المقاضي كنت شايلة الماجي ما هو في يوم ضبيت الأغراض بس خليت البهارات الأساسية اللي أنا أستخدمها حطيت شوية ملح شفكترت البهارات المشكلة اللي حطيتها حطيت شوية فلفل وقلبتهم كذا مع بعض كانت براسي قلت خلاص بندخل بكرة هذه آخر طبخة طبختها ببيتي آخر طبخت غدا طبختها حاليا أنا ما قاعدة أطبخ قلت لكم يا خواتي يرسلوا لي يا خواتي يسوون غدا ونروح نتغدى ببيتي هل يونمشي كذا يعني أو أنه زوج يجيب من المطعم لكن أنه أطبخ غدا لا لكن سويت فطور بتشوفونه معاي بإذن الله تعالى فيديو بكرة فيديو المائمعة والحوسة بتشوفونه وخلوه على ربكم بوريكم من منظر كيف صار ومنظر المطبخ بعد الفك وحسنت أن هذا طولها هنا جيت هذه البندورة شوفوا فايدة المفرزنات فكت علي أزمة ما الله به عليم وتخيلوا يا بنات هذه البندورة طبعا مسبكة تخيلوا أمس طبعا أنتم عارفين حاليا المطبخ مفكوك كان عندي حلو وجاء بالليل واشتهيت السنبوسة مع كوبشا كذا طنت ببالي واذكر أني أنا عندي بالفريزر شوية سنبوسة جبنة أنا مفرزنتها وقوم بالله وطلحها طبعا القلاية أنا حطتها على جنب المايكروويف ترك القلاية وترك المايكروويف أنا على جنب فجبت السنبوسة حطتها بالقلاية الهوائية وسويت معها شاي وكللة منها ما كان عاشها كنفت عشرين بس هذا كان نقنقي آخر الليل فقال لي زوجي انتي موين طلاتي للسنبوسة قلت من لفريزر عندي موجودة فشوفوا حلتني أزمة يعني فكت أزمتي وهنا كمان حطيت البندورة الليل كنت طحنتها مفرزنتها حطيت كمان شوية خضرة لمعقدة الخضرة لازم تكون كبيرة ولازم الصلصة تتسبك تخطي مو تتسبك عاد مرة بتكون بها ثقل حطينا الخضرة اللي تابينها تابين جزار بيت نجان كوسة وخلاص بخليها تطبخ وتعالوا معي الحين إيش تعالوا معي الحين ندخل بدرجة الضيوف هذا الدرج شوفوا طبق اللي فوق أنا إيش حاطة حاطة صحون الضيوف هذا الدرج خاص بالضيوف فنأجي للقهوة التركية الطقم اللي تحت هذا طقم كامل ميلمين أبيض كامل مكمل اللي فوق هذا طقم كامل كمان كان من من ساكو ومن آيكيا فخلاص أنا بستغني عن الطقم هذا الطقم ما شاء الله كبير وصراحة حتى لو جاني ضيوف استخدامي له قليل يعني ما يجينوا ضيوف بالعدد هذا الطقم مرة كبير قلت لكم كنتم أخذته بحدوث سمامية فخلاص أبعطي أمي خلي أمي تستفيد منه كون أنه أنا كذا كذا ما أنا قاعدة أستخدمه زيادة حلو وفي الطقم كمان اللي فوق البرتقالي هذا كمان كان من آيكيا برضو كمان أبعطي أمي قلت خليها تستخدمه وأنا الطقم الأبيض اللي تحتي كفيني قلت خلاص رحم اللهم رئن أعرفها قدر نفسه والله هي بنعت حتى لو يجيني ضيوف مثلا يجوني ثلاثين عشرين عشرة كذا 15 بحطه بنفس الطقم الأبيض اللي عندي لهم مطبخي أصلا ما يشي المهم فبديت كذا بالجرد وتخيلوا يا بنات طلع معاي ما يقارب تقريبا تقريبا سبع أكياس إي والله العظيم وش سويت أربع أكياس وديتهم الماما خلاص وأكياس ثانيات وثلاث أكياس أربع مدري والله كم عددهم نزلهم وأبو سارة بالجمعية الخيرية عشان الناس تستفيد منهم في واحدة طلبتني المواعين بس والله يا حبيبتي كانت المواعين طالعة من عندي وخالصة فأنا أعتذر منك جيت هنا على الطاولة بحط المواعين هنا لو تلاحظون ما قاعدت بالأرض ما دنقت لأني حامل مو زين تحشون للطفل كذا دنقين لا فحطيت كرسي وقاعدت وصرت والله أقعد بالأرض وأطلع طبعا اليوم الثاني أنا ما صورت معاكم البقية المطبخة اللي هو اليوم الحوسة كان أخواتي فيه كنا نبغى ننجز لأن العمال كانوا يبغون يجون فاشتغلنا بسرعة بسرعة هنا كنت على مهلي لسه كان يبغونهم يومين علشان يجون في الكون بديت أفتح الدروج أبغى أشوف الأشياء اللي أبيها والأشياء اللي ما أبيها أشوفوا قاعدت كده مصنم عند الدرج هذا حلو وهذا حلو وهذا حلو يعني اشتحت بالأفكار أنه فيه أشياء حلوة موعيني يعني استخدامك لها قليل أو الأشياء اللي مكررة أوكي البعض شكله حلو بس بعضه مكرر جيت هنا هذه صحون التمر والله شكلها يا بناتي يفتح النفس بس طلعتها قلت خلاص مريتها هذه صحن الصبارة برضو طلعتها حاولت على قدر الأمكان أني أفرق اللي شافه مطبخي الجديد وريتكم يا يفرق عن المطبخ اللي حاليا اللي معاي شوفوا من تجربتي أم سارة المطبخ اللي مرة كبير يا ربي اللي جربت المطابخ الكبيرة واللي جربت المطابخ الوسط تعرف أنا وش أتكلم عليه تمام أنا كنت أعدب وشوفي حاجة مكسورة ولا لا شأن لو فيه صحون مكسورة أطلحها المهم يا طويلات الأمر والسلامة أنا جربت المطبخ الكبير وجربت المطابخ الوسط يا بنات فرق 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 المطابخ الوسط أفضل مليون مرة أنت عارفه وش معنى أول شي المطبخ الكبير يسمح ليك تزودين الكركيب عندك تقولين عادي مطبخ كبير بحط شيء ثاني تعالي عادي شوفي يوم التنظيف حاجة متعبة حاجة مهلكة أنا مطبخي هذا ثمانية ايه والله يا بنات مطبخي هذا ثمانية فكنت ايش اقولكم يعني لما أبغى نظف انتم كنتم تشفون معاي جولات التنظيف لما أبغى نظف المطبخ هذا كان ما يكفيني اسبوع لما أبغى نظف مش أنظف ولا أنظف مش أمسح ولا أمسح حاجة مهي طبيعية من كثرة الزباع مو زباعي كثرة الأغراض يعني أنا طبيعي مثلا بمسح تحت اللبات بشيل اللبات طب وش أسوي المطبخ كله دروج من يعرفه وش أعمل فلا نصيحة لا تخليين المطبخ كبير على فكرة أنا مطبخي هذا أكبر من مطبخ هالي مطبخ هالي تقريبا ستة في سبعة مطبخي هذا أربعة في ثمانية تخيلين شيء بحر يعني فلا المطبخ اللي تحت حاولت على قدر ان كان ما كثرت دروج فيه بتشفون معاي كيف خليت وحالة جريفية بسيطة إلى أبعد الحدود خلاص أنا عائلتي حنا كنا ثلاثة والصغنونة اللي جاية بالطريق ما هي ماكلة ولا أنها لو تاكل مفطح ولا ذبيحة حالها حال سارة يعني يعني إيش مطبخ جوني هالي الحمد لله بتشفون المطبخ إن شاء الله يشيل ويكفي يعني يشوفوا لا خليته كبير ولا خليته صغير بالصراحة ما يلي الصغر كنت أقدر أستغل أدراج أكثر بس خفت أني أستغل الأدراج وأدخل في معمعت الكركيب ثاني مرة فلا خلاص يعني من مأمني هي يؤتى الحذر خلاص يقول لك من خاف سلم فلا والله ما بغيت أخلي المطبخ كبير أبقى حطاله تأكل بالمطبخ واللي قالوا لي طلعيها برة بتشفون شكر المطبخ كيف يطلع بإذن الله تعالى ما بغيت أني أزحم الصالة بأثاث كثير والمطبخ بيأخذ راحته بإذن الله تعالى وأنتم بتعرفون وبتشفون كل شي بإذن الواحد الأحد خلاص تعذروني على الصوت اللي عندي هذول العصافير تسمعون صوتهم شايفين بدأ حسهم يطلع يوالله كل مرة جبت كناري الله لا يورريكم يا بنات كنت أخذهم أحط عليهم منشفة ولا حط عليهم حاجة غامق علشان يسكتون لأن أوقات أبو صار نايم وصار نايم وصوتهم يكون مرة عالي أما الزيبرة لا أحب أصواتهم صراحة المهم حاولت كذا أفتح الدرج هذا وأفتح الدرج هذا وأشوف اللي أبيه وضلعت يا بنات أشياء هذا كثرة من الدرج شوفوا عد الصحون أبتأكد هي نفسها ولا لا لأن أوقات يكون الصحم موجود والكاسة مهي موجودة والتقوم تكون مهي موجودة فقلت ليش؟ خلاص على قد احتياجي أنا أخلي المهم أني شلت أشياء كثير ما أريدها شوفوا والله لما تفضين وتفرغين وهذا أريد وهذا ما أريد وهذا أبغى وهذا ما أبغى والله أنكم ترتاحون فرق لما تخلين المواعين تتكركب فوق بعض تفتحين الدرج وسبحان الله المرأة نفسها ميالة نشير المواعين يعني المرأة تحب تشتري المواعين أنت أنا عندي أحب أشتري المواعين أكثر من الذهب بس وشوا لا ما عندي ذاك ما عندي ذاك إيش أقولكم ما عندي ذاك الشغف أني أشتري لعني أدري أنه مطبخ مليان خلاص بسوي على نفسي كنترول وستوب يوم صار لكن أوقات أدخلين تشوفين طقم فنجين قهوة تركية حلوة حتى العين تفرح لما تشوف حاجة جديدة لكن كيف بشتري وأنا أصلا عندي قلت خلاص ما يخالف طلعي يوم صار الأغراض جيت هنا هذه الأغراض اللي أنا ضبيتها أمس تمام؟ هذه الأغراض أنا ضبتها أمس أبغى أبدأ هنا معاكم أبدأ أطلحها كلها أنا كنت ضب بالبرقان كلها بعدين قلت يا أمسارة طلعي البرقان وصفيها يعني ليش أنت حاطك كل البرقان هنا خلاص اللي ما تبغينه تطلعيه يعني إيش أقولكم يعني فيه أشيانة ما أبغاها بطلحها مريتها يعني ليش أنا تركتها بالدرجة عندي وبالفعل طلعت تقريبا خمس برقان أو ستة قلت خلاص مريتهم تم تسمونها غوري أو إيش والله ما نعرفه وش تسمونها نحن نسميه بريق تمام فطلعتها كلها أو أباريق إذا تبغين تجمعينها أنت حرة عاد تبغين تجمعينها جمع تكسير جمع مذكر سالم اللي أنت حابة المهم طلعت الأغراض كلها هنا زي ما تشوفون حطيتها شوفوا يا بنات هذه فائدة التجهيز للحمل بدري سبحان الله العظيم كأن ربي كان ميسرني إني أجهز للحمل بدري وأنا أصالف مع نفسي كذا أقوله سبحان الله شي قال لي جهزي يوم صار على الحمل بدري يعني عشان الأولادة جهست أشياء كثيرة بدري جهست الملابس جبت كل شي ما كنت أدري أصلا بموضوع النقل وشوفوا كيف بديت الحيل بموضوع النقل أنا لو أني مجهز الحين للولادة يعني أنا يبغالي تقريبا الحين شغلت شهر ونص علشان أستقر وأرتاح نفسي تمام بعد سالفة النقل والماء مع هذه فعشان يخلص البيت ويمتهي كامل فيه أشياء كثيرة فلك أنت تخيلي أني بعد كذا ببدأ أجهز للطفلة يعني بصير أركض ركض الحين لا أنا ملابس اللبنية جاهزة مجرد أني بس بشري لها دولاب وصف أغراضها داخل الدولاب بس بس أستنى نخلص من المعمعة هذه لكن تخيلي أني أنا متمعمعة ومحيوسة وحاتي حالة وبعدين أبدأ جهزة الصغيرة هم ما يلم إيو الله يا بنات فسبحان الله أقدر الله سبحانه وتعالى كيالها خير المهم جيت هنا ركوات القهوة وكل شي حطيتهم عندي وصرت اللي ما أبي أشيله وشلت والله أشياء كثيرة قلت يلا مع السلامة روحي مروح اللي يروح وما يرجع فخلاص شوفوا طلعت كل حاجة ما أريتها والله في أشياء في أشياء ما أبغى استخدمها ليش مثلا فعلى سبيل المثال هذه الدل لحدث القهوة تمام بعضها يكون لما تغلين فيها قهوة على النار يكون فمها ضيق لما تبغلين تصبين القهوة الحثل يعلق بال أيش أقولكم يعلق بال بفوهة يعني بالمكان اللي ينزل منه القهوة فيعلق يعلق الحيل يتعلق القهوة فما ينزل بعضها تكون الفوهة ضيقة فيها فقلت خلاص جيت برمية الحين تشوفونه وقلت ليش طيب حلو كمزهرية حط في ورد الحين تشوفونه قدمه وعجبني خشب اللي مش موين وهذا أنا ثاركته كبير عندي علشان لو جاني أحد يعني أهلي ولا شيء أغلي فيه القهوة تمام فيه أشياء مقدرة بي أستغني عنها عفون شوفوا هنا يا بنات شوفوا الحين أوريكم الأبريقة اللي أقلكم عليه مرة حلو هذا هو فكرت في الفوهة حكته ضيقة بس منظروا عجبني شايفين شكله مرة حلو قلت أشيل الغطة وحط في ورد وخليك مزهرية على الطاولة بالمطبخ منظروا لي فيه جميل تمام لكن كأستخدام أنا ما راح أستخدمه لأنه ما ينفع ممكن أسوي فيه حليب أوكي الحليب حلو الشاي ممكن حلو لكن كقهوة لا أنا ما أبغى المهم هذه كمان الدولة الكبيرة أنا تركتها علشان علشان لما يجوني أهلي كبيرة مرة وحدة لما نطلع مثلا شاليه وعليه القهوة أخذ الفناجين والرقبة الكبيرة هذا كما أنا تركتها لما يجون أهلي فيه أشياء كبيرة أحتاجها هذه حقة الحليب اللي تسوي رغوة فيه أشياء أساسية عندي تمام نجي الحين العاد إيش نجي الحين الفقرة اللي أبغى أعبيه وأحتاجه فيه أشياء أريتها وفيه أشياء ما أريتها تمام بديت كذا جبت الكيس وبدأت كذا أعبي حطيت الصواني هذه في واحدة من الصواني شلتها ثنتين شلتهم وبديت كذا أعبي الأغراض فيه أغراض أحتاج وفيه أغراض صراحة أحبها ما أستغني عنها فيه أغراض لما أريتها طلعتها مو طلعتها علشان أنها شهينة ولا مكسورة حتى لراحة للجمعية الخيرية ما فيه ولا شيء طلع مكسور ما فيه ولا شيء طلع لونه باهت ما فيه ولا شيء طلع خربان تم شايفين مواعيني على جتة ما فيه شيء طلع يا بنات ما هو زين ولو لو فرضا لنفرض رغم أنه ما فيه في حاجة عندي خربانة طوالي بكوبة مستحيل أني أطلح إلى الجمعية الخيرية أبدا تمام شوفوا أنا كانت ماشية عندي تمام لو أنا قاعدة من المطبخات كان خلاص ما طلعت من عندي بس طالما ما لها مكانة عندي لأ ليش أنا تركتها فأحسن حل أني أطلحها بديت كذا صف الأغراض داخل الكيس وشوف الأشياء اللي أبيها وشوف الأشياء اللي ما بيها هو عزلها جيت الكيس الثاني هنا تمام أبغى أبدأ عبي كمان بقية الأغراض لاحظوا أني الزجاج ما حطيتهم حطيت بس الأشياء المعدن والزجاج الحين تشوفون جيت هنا هذا الكيس الثالث هذا كنت حطه فيه الأغراض جيت كمان أبغى أفضي وبطلع الأغراض اللي فيه وأنا قاعدة كذا أطلع الأغراض أنتم تشوفون معاي كل شي تعالوا خلنا نتكلم شوي في موضوع التعدد أنا اليوم ضرحت بتويتر مقولة خلاص قلت هل أنا مع التعدد مع التعدد الرجل ولا ضد التعدد طبعا التعدد له مسويغات إذا الرجل ناوي يعدد يعني يزوج على زوجته فيه مسويغات للتعدد خلاص المسويغات هذه ممكن تكون تزعج المرأة حلو تضايقها لأن المرأة بطبيعة الحال ما في مرأة ترضى للزوج هي تزوج عليها ميما كانت تكون تمام بس فيه مسويغات نقدر نقول فيها لو تزوج نقدر نلتمس لعذر مثلا على سبيل المثال فرضا مرأة عندها مشكلة بالإنجاب تمام يعني مثلا ما تحمل تكون المشكلة منها يكونوا متأكدين أنه في مشكلة عندها تمام فمثلا نحب أنه يتزوج تقدر المرأة هنا يعني وش تقوله بخاطرها تحط بنفسها سبب تقول مثلا هذا سبب فرضا فرضا أنه يخليه يعدد هذا من الأشياء تمام الشيء الثاني مثلا الله سبحانه وتعالى ذكر بالقرآن الكريم أن النساء أو الرجال الثاني سكن البعض ما قال أن البيت سكن قال أن الأرواح سكن البعض الأزواج سكن البعض وخلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها مع ليش رانجوالي المهم فالله سبحانه وتعالى خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها تمام فخلق الله سبحانه وتعالى الزوجين سكن البعض حلو فأحيانا يكون وجود الزوجين مع بعض يعني هو قاعد معها أو هي صابرة عليه مثلا عشان الأطفال ما هي طيقته نعرف وحده معرفة شخصية حلو قالها زوجها أنه أبغى تزوج عليك يعني أبغى تزوج قالت مع السلامة أعرفها معرفة شخصية قالت فقني تزوج علي ولا عاد يربطني معاك شيء عيالك على عيني وعلى رأس تعال شفع عيالك بالمجلس شفهم يعني وأقعد معاهم زي ما تعبي أنا لا تطلب مني ولا شيء خلني كذا باقي مع عيالي وتقول شريط راح تراسي في حريم كذا ما ترتاح مع زوجها بس وش تسوي عيالها تستنى عيالها يكبرون علشان تاخذ قرار الانفصال تمام في أسباب أن الرجل يعدد لكن يعني أو الرجل مثلا قايم بكل حقوق الواجبات الزوجية قايم بكل الواجبات السكاد المبيت العشرة بالمعروف الإحسان للزوجة قايم بكل الأشياء تمام اللي رب العالمين يفرضوا عليها ويعنده نقص مثلا على سبيل المثال فرضا مثلا ما حب زوجته لكن هذا هو قايم فيها أنا ممكن هنا ألتمس عذر لكن الرجل يجي عدد علشان بس رغبة أو نزوة لا أنا ضد الحاجة هذه 100% ضد ضد وكمان أنا ضد أن المرأة بالنهاية تعلق قلبها برجل ألقي قلبك بالله سبحانه وتعالى اللي سبحان الله تعلق قلبها برجل تجي تأتيها اللي تعلق قلبها برجل أو أي إنسان سبحان الله يذلها الله سبحانه وتعالى فيه واللي تعلق قلبها بالله سبحانه وتعالى تأتيها الدنيا ومن فيها صغيرة المهم جيت هنا يا بنات للقطع اللي انتم قاعدين تشوفونها هنا هذه الكماليات حق المطبخ اللي هو درج الكراكيب اللي فيه قطاعات وفيه ما ادري ايش شلت منه والله اشياء كثيرة ما احتاجها شوفوا شوفوا هذه كلا كانت عندي بدروج طبعا كانت مرتبة انا عارفة وين كنت حطتها بس شوفوا ايش هذا قد خلص شليه شليه ايام سارة اللي ما تبغينه طلعيه واللي تبغينه خليه ليش تركينا كلها الكراكيب هذه عندي من يعارفه فبديت كذا اعزل بالكيس هناك احط الاشياء اللي ابيها وفيه اشياء مكررة عندي تمام يعني مكررة مثلا مثلا يجيكي فرض العرض مثلا قطعتين مع بعض هذول مثلا هذول اللي تشنين فيه كيك ثنتين مع بعض قلت ليش تركتهم عندي فبديت كذا اطلع الاغراف كلها اللي ما ابغاها قد خلاص يام سارة استغني انا هناك بحط درج بس درج واحد حط فيه كل الكراكيب القطعات وما القطعات بس درج واحد ما ابغاها ما الاغراف هذي كلها خلاص انا عارف احتياجاتي وعارف الاشياء اللي يبين حتى والله قطعات السنبوسة ما قطعات السنبوسة الاشياء هذي كلها شلتها شوفوا هذا شلت بكيسه هذي حق تأذان الشاي او الشيش برك شلتها اشياء كثيرة يبنات تخلص منها شوفوا هذي كم قطعات قطع شرايت طويل قطع شلتها تخلاص ما ابغاها اني فيه اشياء بديلة اقدر اقطعنا بالرورة العادي حق البيتزا قطع قطع بعض ما احتاج هذا على قدر الامكان حاولت اني انظف الدرج من الاشياء اللي ما ابغاها فيه امس جاني تعليق بخصوص لما ذكرت لكم انه في عامل العامل اللي جبناه للبيت وقالوا لي الغلط غلطكم وكيف تخلون العامل بالبيت وما ادري ايش شوفوا يا بنات ما في شيء اسمه الغلط غلطكم خلاص انا على كذا تمام لما انا فرضا اعرض حياتي للسوشال ميديا ويجي احد يشتمني ويقول غلط غلطك انتي عرضت لحياتك لا هذا الكلام مش منطقي حنا عايشين بحياة لها فيه دستور فيه اساسيات يعني كون انه احد جا شتمني وانا ما عملت شيء هو اللي يؤثمه انا فهمتون يا بنات حنا لما جبناه عامل العامل هذا يتعامل مع زوجي ما يقارب الثلاث سنوات زوجي يعرف ويعز المعرفة وشغله كان مضبوط وشغله كان زين ولم حنا تركناه بالبيت ما تركناه بالبيت حاجة غالية انا متأكدة انه ما في بالبيت مثلا ايباد ما في بالبيت جوال ما في بالبيت تاب ما في بالبيت الا اثاث موعي يبي يسرق اثاث موعي خلي يسرق الاثاث بكيفه مهمني والله حتى لو سرق الاثاث مهمني ما حاجة يعني عزيزة علي ما همنا والحمد لله لا جينا ما لقينا شي يا بنات وما عندي ولا ذاك الشي اللي أقول لكم والله ينسرق كلها مواعين وصحون وما في حاجة يعني ما هو سارق شاشة ولا سارق مكيف ومن ناحية السرق يحنا متطمنين أنه ما راح يسرق لأنه إحنا عارفينه أصلا خلص فالحاجة اللي صارت لا سرق ولا شي هو ترسوء الظن ما هو زين ما سرق هو أنا ما حب إساءة الظن اللي حصل أنه خربط لي الدنيا كلها ونزل يبا يخلص الشغل يبا يأخذ الفلوس يروح واضح أنه مواعد ناس تنين بس هذه السالفة اللي صارت خلاص المهم عفاس للدنيا الزبدة المخزن نزل الحمد لله يا رب لك الحمد والشكر وخلصنا من المخزن واليوم بإذن الله تعالى غرفة سارة وغرفة ملابسي كمان اليوم راح تنزل واليوم بإذن الله تعالى نستلم المطبخ يفترضون أنه أمس بس صار في تأخير علشان الرخامة تعرفون بعض العمال المواعد ما تنزلون تربطينهم فيها ما تمسكينهم فبكرة بإذن الله تعالى المطبخ يكون خالص اليوم اليوم بإذن الله وكمان خلاص اخترت السجادي وسجاد غرفة سارة واخترنا سجاد المجالس وقضينا طبعا البعض قال اليوم سارة ليش تحطين ليش تحطينها داخل الغرف موكيت ما أحبي بنات أنا السيراميك ولا أحب الفينيل بالغرف نفس بيتي هذا الموكيت أدفع وأحسن قلت لكم أنا دور عليه يريحني يريحني بمنظر جمالي طبعا بس أكيد أنا دور عليه الراحة أول ما دور على المنظر المهم هنا بسوي الكشنو اللي على الوجه اللي على وجه المعوقت حطيت بصل كمية راهية حطيت كمان عليه كمية طيبة من السمنة حلو وبعد كذا أبغبضة حط البهارات حقياتي حطيت لومي لومي مطحون اللي هو الليمون الأسود أنا من الناس اللي أحب الليمون بالطبخ بالأكل الشابي أحسنه لذيذ سواء مرقوق سواء معوقت سواء جريش لهنكها وكمان بحط شوية ملح يفترض أن يحط ماجي بس خبرتكم أني مو شركة ماجي طبعا لما أقول ماجي مو معنى شركة ماجي معناه مكعبات مرقة الدجاج بس حنا متعودين نقول ماجي عموما أنه اللي أجيبه أسنات ترى تمام حركت كذا البصل لحد ما ذبل بعدين حطيت عليه ملح حطيت عليه ليمون أسود زي ما شفته تمام وخليهم كذا يعقدون مع بعض جربوها يا بنات حيال لذيذة معوقت عاد من الأكلات اللي الواحد ما يستغني عنها خلاص كذا رفعتها وشلتها الحين هنا كان جايب لي أبو سارة خبز مسح اللي هو خبز الرقاق اليابس حلو بكسره كذا بإيدي زي ما تشوفون بنفس الكيس وقولكم يا بنات يا محطيت الأكل كيالا زوجي قال والله شهيتيني ريحة الأكل تفتح النفس كتفت باستغدى وعيب من الله خير أنا عندي أبو سارة في طبع يش أقولكم الطبع اللي بزوجي في طبع يعني شوفوا كل الرجال في جانبه في جانب كويس في جانب ما هو كويس تمام ما في إنسان كامل تبحثين على الكمال في إنسان أنتي غلطانة عندي أبو سارة من النوع الكتوم مش معنى من النوع الكتوم معناته لما يضايق خلاص حتى على وجهه ما يبين تخيله ايو الله يا بنات عندي أبو سارة لما يضايق لما في حاجة تكدره بالدوام ولا بالشغل حس إنه ما يبين على وجه الحاجة هذه بس المرأة الذكية تعرف زوجها متى يضايق تدري فإذا قال لي أبو سارة ماني مشتهي أدري إن في حاجة مضايكته خلاص ولما جينا وحطينا الأكل وقعدنا يعني مو من النوع اللي يجي مثلا يقول لي ألهام شفتيش صار بالدوام كيت كيت والله اليوم صارت مشكلة بزوجي موهب كذا لازم أنا ليهيئ الأسباب علشان هو يتكلم فلما جاء حطيت الغداء جيت وهو قاعد فردت الغداء أنا أدري إنه ما يبقى قلت إذا اشتهيت تعالكل قلت يلا بسم الله قربية سارة وقربت سارة وقعدنا ناكل تمام هو حس الأجواء مريحة قرب قال والله تقري إني جعا يوم قاعد يأكل قلت أجب أقول إيه والله صراحة اللذيذ قلت يلا بالعافية أنا ما كنت عارف إنه مضايك من الدوام لا كنت حطه في بالي إنه مثلا هو فعلا مهم اشتهي لكن لما دخلوا كان عرفت إنه في حاجة مضايكته تمام فقلت قلت رأي كسرته كمية بدأت عاد أنا أنبق الكلام عشان يتكلم وبالفعل ألمني إنه صار في حاجة عينتهم بالدوام بخصوص العمل يعني بعض الأنظمة الجيدة اللي صار فيها ضغط على زوجي شوي فقال لي إني انضغطت لأن المرتبة اللي عليها زوجي مرة مرة عالية مرتبة العمل فقال عشان مرتبتي انضغطت شوي بالعمل فتكلمت معاه والحمد لله ارتاح بالكلام فسبحان الله كل مرة تعرف مفاتيح زوجي هوي كل مرة تدري أهم شي أنك لا تضغطين علي لما تشفينا مضايق طبوش مكتكلم مدري وشو رجال يكره الصفة هذه بالعكس الرجال ترى كتومين أكثر من المرة يعني كتوم الرجل المرة لما تضايق تصرح أنا مضايق يبين على وجهها سبحان الله أنا كده ترى المضايق يبين على وجهي لكن الرجل لا الرجل كتوم معروف أنه كتوم نصدرون أنك تعرفين مفاتيح زوجك وش مفاتيحه فعلى طول من قرب يأكل عرفت على طول أنه أصلا مش تهي الأكل بس في حاجة مضايقته المهم تشوفوا حطيت كده أنا معوقت حطيت علي مرق كثرت المرق زي ما تشوفوا طبعا يفنات الأكل هذه كانت من المفضلات عند أبوي رحمة الله يالله يغفر له من كثرة ما هي لذيذة مدري وش تسموها عندكم حنا نسميها معوقت فيه ناس يقول لها قرصان فيه ناس يقول لها تشريب فيه ناس يقول لها ما أدري إيش حنا نقولها معوقت فيه ناس يقول لها مشورب كل واحد له اسم يعني حطيت الخضارة على الوجه مع الدجاج أنا سويت المرة لفاتت معاكم باللحمة بس ما زي ما تشوفون مع حوسة النقل تبغين حاجة سريعة سريعة تحطينها طبعا بكرة بإذن الله تعالى بوريكم الشكل النهائي للمطبخ بعد ما خلاص كل حاجة فيه ثلاث وأبريكم اليوم كيف مر علي والحوسة كيف مرت علي وكيف سويت الفطور بالمع معاه خلوه على ربكم الحمد لله بتمشي بيمر كل شيء كل حاجة بتمشي عمر يمر ما يبغى اسبوعين ولا ثلاث يمر عندما بغالي تقريبا أنا شغلت اسبوعين بالكثير وكنت تقريبا بديت أستقرب البيت تحت يعني خلاص ترجع عموره زي ما كانت حطيت الكشن اللي على الوجه يلا حياكم الله معانا لقوا مهنية تكفي مية لا تخافين بتكفينا كلنا بتكفي وتسد وزعت كذا البصل بس ريحة السمنة بالمعوقات تفتح النفس ايو الله العظيم أكلها دافية سبحان الله أكلها تحب الشتاء والشتاء يحبها بعد لذيذة بالشتاء حي اللذيذة كمان أوقات تسلك عليها بيض مسلوك تحط بيض مسلوك على الوجه الحين بعد ما تغدينا الحمد لله قضينا نزلنا محل وبعدين رجعنا هنا هذه هي بنات المواعين هنا اللي أنا ما أحتاجها تمام هذه المواعين اللي أنا ما أريتها اللي خلاص أنا ما أبغاها بديت كذا أصفها بالكراتين وأخيرا يا أبو سالة جبت لي كرتون ما بغيت جاب لي شحنة كراتين خلاص عاد جاب لي جد الحين تشوفون الصالة عندي كلها كراتين بدينا بالجد شوفوا الرجال بهم بهم شو بقولكم بهم بطء مهو زي المرة يعني أول ما بدينا بموضوع النقل بتزاج جيب كراتين قال والله غير يكفي كل وقت وما أدري إيش حالا مهلك ليش مستعجلة الحين لما جاء موضوع النقل وش يقول لي يقول أذكر يوم تقولي لي جيب كراتين وقولك فيه وقت والله هلنيك صادقة قلت لك كل مرة أبخص ببيتها وأبخص بوقتها وأنت عارف أني أنا حامل يعني النقل صعب علي انتدري فخلوها على ربكم يا بنات الحمد لله لكل حال فبديت كذا لأم الأغراض حطيت الأشياء اللي ما احتاج هذه الأغراض بوديها الأمي تمام الأغراض اللي هنا بعطيها أمي حطيتها لأغراض اللي حسيت أن أمي تستخدمها ممكنها تستخدمها حتى ماما وش قالت لي قالت جيبي الأغراض اللي أنتي متابينها وأنا إذا في حاجة ما أجبتني أنا كمان برسلها الجميع الخيرية يعني كم زي ما تشوفون ما في حاجة مكسورة لكن في أشياء مكررة فقلت خلاص أمي أكيد أكيد بتحتاجها يعني هي بتقعد هناك وبتعزل طبعا أمي عندها عاملة فهي تقعد بالأرض العاملة تنقل المطبخ تمام بديت كده حطوك كثير أشياء اللي حطيتها الملاعق القطاعات عصارات الليمون ما تركت والله يبنات ولا شيء لا يستخدم شيء أنا ما أستخدم عندي حتى شوفوا تقريبا تقريبا نزلنا تقريبا سبع أكياس إذا هي سبع أكياس أو ثمانية تراها شوي يعني هذه كل الأغراض اللي حطينا هذا جزء من فيديو بكرة بإذن الله تعالى فيديو بكرة رحلة البحث عن الفينيل زي ما قلتولي يام سارة صوري صورت لكم الفلوك كامل ومع الأسعار ومع كل شيء وبعض النصائح لاختيار الفينيل اللي حابة تفرش بيتها وليش بعض الفينيل يطلع ريحها وليش بعض الفينيل ما يطلع ويوم أفضل السميك ولا الرقيق وليش أوقات نجيب شركيات تركبنا الفينيل برغم أن الشركة فيها جودة بس الفينيل يطلع مطعج مع خبرتي الطويلة معاه فاستنوني فيديو بكرة بإذن الله يفترضوني بكرة أوريكم المطبخ بس نطلع من جو المطبخ شوي وننزل نختار الفينيل كذا يلا حطيلي لايك صغير بنات أنا الفيديو اللي أمس ما شاء الله جاب قرابة خمسة وخمسين ألف مشاهدة ولايكات أربع ألاف ليش كذا أنا من يعارف يعني لايك صغير ما يضرك هذه اسمها أنانية حطيلي لايك ما يضرك بشي بس هذا يقترح قناتي على سطح المكتب أشوفكم على خير بإذن الله تعالى رب جعلني خير مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤخذني بما يقولون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد الله إلها الأنت أستغفرك وأتوب إليك مع السلامة